السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد المصري من كود سيفن للبرمجيات مايكروسوفت اوفيس عشرين واحد وعشرين ومن الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت هنفتح المتصفح اللي عندنا وهنكتب في صندوق البحث هنكتب في صندوق البحث هنكتب اوفيس ديبلويمينت طول وهنضغط انتر هو هنا جايبلي على طول تحميل لو انا ضغطت هنا دونلود ديبلويمينت طول هتنزل على طول تلقائي ولكن انا هدخل على الموقع برضو للناس اللي ما تظهرش اصادهم في البحث هنيجي هنا على الموقع برضو هنضغط دونلود هنيجي نضغط على كلمة دونلود هينزل عندي ملف الملف ده هعمل له اوبن على طول وهنا خلاص المتصفح مش محتاجه حاليا محتاج بس الملف ده هضغط click here to accept وهضغط continue بس قبل ما اضغط continue هاجي هنا اعمل new folder وهسميه office عشرين واحد وعشرين واجي بعد كده اضغط continue واختار office عشرين واحد وعشرين سواء انا عملته على الديسكتوب او في اي مكان على دي او في اي مكان اختار الفولدر اللي انا عملته office عشرين واحد وعشرين واضغط اوكي هيقول هضغط اوكي وهفتح هلاقي اربع ملفات انا محتاج بس الملف اللي مكتوب فيه عشرين واحد وعشرين فهحزف التلاتة البقيين يبقى كده مش بقى عندي غير ملفين فقط هعمل حاجة مهمة جدا هنا هضغط على زرار shift زي محضراتكم شايفين ظهر عندي حاجة اسمها open power shell window here طبعا الكلام ده بالنسبة لوندوز اه تن ووندوز اليفن اما بالنسبة لوندوز سيفن فهتلاقي مكتوب اوبن اه كوماند ويندو هير طبعا هنفتح اه 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 او بالنسبة لوندو سيفن هتفتح اوبن كوماند ويندو هير هنفتح هيجي معايا يفتح لي الدوس نظام الدوس او الكوماند بروميت هعمل اه حاجة مهمة جدا يا جماعة دلوقتي هكتب كود اه هتكتبوا معايا واحدة واحدة ولكن ما تغلطوش في ولا حرف من الكود ده هنكتب ضد على مسافة ضد باكسلاج وهجيب المصار اللي فيه هنا ودلوقتي هعمل حاجة مهمة هاجي على الملف ده وهضغط عليه كده واخد الاسم كامل بس لاحظه بالامتداد يعني بما فيها اكس ام اللي نلاحظ جدا اخد برضو الاكس ام اللي معايا واخد ده كوبي وارجح هنا اعمل بست او لصق واضغط انتر زي ما انتم شايفين جميع البرامج الخاصة بمايكروسوفت اوفيس اه تلتمية خمسة وستين عشرين واحد وعشرين كمان احب ان احنا نزلنا قبل كده حلقة هتلاقوا الرابط بتاعها دلوقتي هيظهر اه دلوقتي وعايز الفت انتباه حضراتكم هنا ان احنا بننزل على قناتنا كود سيفن للبرمجيات اه تصميم برامج مبيعات واقصات وبرامج مكتبية سواء برامج مدرسية او ادارة اعمال او برامج اه شؤون موظفين كل البرامج دي بنعملها بالاكسز او بالاكسل وبنشرح كمان دورات خاصة بالاكسز وبالاكسل على القناة وكده يا جماعة الف مبروك بدأ ينزل معي البرامج كاملة ولو دخلت على القناة عندنا هتلاقي اه قرصات خاصة ببرمجة الفي بي اي اه سواء او للاكسل فحضرتك لو عايز تتعلم برمجة الفي بي اي سواء او للاكسل فتقدر تشترك في القناة عندنا وهتلاقي ان شاء الله على القناة دروس قيمة جدا في تعليم برمجة الاكسز في بي اي وبرمجة الاكسل كان معكم محمد المصري من كود سفند البرمجيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته